في ملف آخر أعلنت وكالة الصحة العامة في السويد رصد أول إصابة خارج أفريقيا بالسلالة الجديدة من جدري القردة الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية طارئة صحية عالمية فدت الوكالة بأن شخصاً يحتاج إلى رعاية في ستوك هولم تم تشخيص إصابته بجدري القردة تسببت به السلالة المنتشرة في الكونغو الديمقراطية جدري القردة يعود للتفشي مرة أخرى خلال عامين من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي احتوت على 96% من حالات الإصابة إلى خمس دول أفريقية أخرى ما استدعى إعلان حالة طوارئ عالمية وسط مخاوف من أن يتحول إلى وباء عالمي جدري القردة المعروف اختصاراً باسم إمبوكس مرض فيروسي ينتقل في الأساس من الحيوانات إلى البشر وينتشر بسهولة بين الأشخاص بطرق مباشرة وغير مباشرة أعراضه الأولية تشمل الحمى والصداع وآلام الظهر والعضلات بالإضافة إلى الطفح الجلدي الفيروس ينتشر عبر سلالتين مختلفتين الأولى تعرف باسم سلالة حوض الكونغو والثانية تضعى سلالة غرب أفريقيا وهي الأسرع انتشاراً لقد تم الإبلاغ عن حالات الجدري في جمهورية الكونغو الديمقراطية سابقاً لكن تجاوز عدد الحالات المبلغ عنها حتى الآن خلال العام الجاري أربعة عشر ألف حالة وخمسمائة وأربعة وعشرين حالة وفاة وهي زيادة بنسبة حوالي مائة وستين بالمئة في الحالات مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي ثلاثة لقاحات لمرض جدر القردة إلا أن الوصول إليها وتوفرها ما زال يواجه عدداً من التحديات وعلى الرغم من ذلك يقول الأطباء إن احتواء المرض ما زال ممكناً من خلال تقديم الرعاية الطبية الصحيحة وعدم تجاهل الأعراض أنا قش هذا الموضوع مع ضيفي من العاصمة لندن الباحث المتخصص في مجال الأوباء أو اللقاحة الدكتور عمار الخميسي مرحباً بك دكتور عمار معنا دائماً على شاشة الحدث أبدأ معك بسؤال الكثيرين هل يتحول هذا المرض إلى وباء كورونا؟ مساء الخير وتحياتي لك أجاب هو كلا نتمنى أن يكون كلا حالياً هو يسمى أبيداميك أي هو وباء ولكن في قارة أفريقيا كورونا فيروس يسمى بانداميك وباء في جميع قرات العالم فانتشار كورونا فيروس أكثر وأوسع بكثير ولكن وصوله إلى السويد معناها رأي يصل إلى أوروبا خلال الشرعين القادمة وبعد أوروبا ممكن أن يصل إلى تقارة آسيا ممكن أن يتحول بعد ذلك إلى بانداميك ولكن تبقى طريقة انتشاره والآثار الجانبية مالته بالتأكيد رأي تكون أقل من كورونا فيروس نتمنى ذلك طبعاً ما الذي دفع الصحة العالمية لإعلانه طارئاً صحياً؟ يعني أريد أن نفهم أكثر يعني لأنه إصابة واحدة سجلت في السويد ببناء على ماذا يعني؟ نعم قبل في العام 22 و23 تحدثنا حتى معاكم بالحدث على سلالة ما تسمى بجدر القردة كانت تسمى بسلالة 2B نسبة الوفيات بها أقل من 1% أعرافها الجانبية بسيطة تنتقل عن طريق الجنس التلامس الجنس المباشر وكانت تنتقل عند الرجال إمارسون الجسم مع الرجال انتقالها عند النساء والأطفال كان تقريباً قليل أو ما موجود نحن الآن مع سلالة جديدة نسخة جديدة من الفيروس تسمى بال1B وهي أخطر نسخة أخطر نسخة من نسخ جدر القردة حدث تغير بالتسلسل الجينومي للفيروس الهيكل الجيني للفيروس تغير بشكل كبير جداً المعلومات الهيكلية للفيروس حدث عليها تقريباً 50 طفرة جديدة هذه الطفرات أضافت للفيروس التالي رقم 1 سرعة انتشارة أي ينتقل الآن عن طريق الرذاذ وينتقل عن طريق التلامس ملامسة الشخص الآخر ملامسة الأوانمات المناشف الملابس أي شيء يمسكه شخص مصاب قدح أي شيء يمسكه شخص مصاب أنت تمسكه من بعده ينتقل الفيروس إليك هذا عن طريق التلامس وكذلك أيضاً عن طريق الرذاذ فسرعة الانتشار كبيرة جداً واسعة شدة المرض شدة المرض عالية للأسف يسبب مشاكل حقيقية أولاً أن دوبات تكون هذه الآثار مستقبلية تبقى موجودة يسبب مشاكل في قرانية العين ضيق بالتنفس التهاب الرئة السؤال شديد جداً تسمم بالدم وطبعاً هو يؤدي إلى التهاب الدماغ والموت وهي النقطة هنا نسبة الوفيات به الأرقام التي نرى من أفريقيا حالياً نتحدث 4 إلى 6% وهذه نسبة كبيرة جداً ومقلقة لأنه نسبة الإصابات الآن عند الأطفال 85% من السلالة الجديدة النسخة الجديدة الوين بي 85% الأطفال ليصابوا بي عن طريق التلامس المباشر أو عن طريق الرذاذ كذلك 62% من الوفيات عند الأطفال للأسف طيب دكتور عمار أريد أن أسألك هنا يعني لو نوضح بشكل بسيط يعني كيف طرأت هذه الطفارات أو كيف تحدث لدرجة أنه كما تفضلت حضرتك أصبح خطيراً جداً الوين بي أصبح أخطر بمرات عدة عن التو بي الذي كان قبل سنتين أو ثلاث المتحول أكو تفسيرياً تفسيرياً منطقية التفسير الأول أنه خروجه في عام 22 كان غريب جداً أنا أتوقع تسريب من مختبر وكان تسريب عن عمد بس هذا قصة أخرى ولكن هذه النسخة الجديدة ممكن التغيير المناخي لعب دور كبير جداً أي كان موجود هذا الفيروس الوين بي النسخة الجديدة موجود في أفريقيا بالكونغو في ما يسمى ب حاضنات فيروسية عند الحيوانات كان موجود عند حيوانات بالتغيير المناخي سمح لأن ينتقل بسهولة الإنسان إذن تغيير المناخ لعب دور كبير جداً ولكن ممكن أن يكون هذه الطفرات بي غير طبيعية خمسين طفرة على فيروس مزدوج الحامض النوي تسمى فيروسات الـ DNA أي هو فيروس يختلف عن فيروسات الفلاوانزة فيروس الأيدز يختلف عن الكورونافيروس هذا فيروس كبير الحجم ثقيل ما تحدث عليه تطورات وتغيير بالهيكل الجيني مات بهذا الشكل وبهذه السرعة فالموضوع الحقيقة مريب وراء علامة استفرام كبيرة يعني لربما تدخل بشري عن عمد يعني كما ذكرت حضرتك يعني في البداية نعم ممكن أن يكون نعم طيب نتخلصنا من المرض الجدري سابقاً جدري قرد فيروس جديد غير متوقع خروجه ظهر أنه في العام 22 في منطقة في جزيرة صغيرة في إسبانيا كان هناك مكان مغلق إلى نمط معين من البشر المثليين كان عدهم كرنفال سبعة أيام بين ثلاثة سبعة أيام الفيروس ظهر هناك الموجودين به أخذوه إلى دولهم كان في أوروبا وأمريكا انتقل الفيروس سنتين بس كان انتقاله بسيط قدرت الدول إنجلترا اتحاد أوروبي أمريكا من خلال اللقاحات أن نتلقح جزء معين من المجتمع فحدوا من الفيروس بشكل كبير جداً هذه النسخة الوين بي نسخة 24 لهذه قضية أخرى وعليه علامة استفهام كبيرة أعتقد المناخ وتغير المناخ مدى اللقاح المستخدم في الوين بي في المتحور المتحور الأول قد ينفع فيما يتعلق بهذا المتحور الجديد نحن ما عدنا لقاحات تتعامل مع الوين بي اللقاحات الجديدة التي تم انتاجها نهاية 22 23 من شركة ما يسمى بالإنفانيكس دنيماركي ولكن بتوصية وتعاون أمريكي وكذلك اللقاح الأمريكي الـ ACAM2000 هنا اللقاحات اثنين هذه تتعامل مع النسخة القديمة من جدر القردة التي هي 2B نسخة 22 و23 كانت فعالياتها تصل 88% نحن لحد الآن لا نعلم أنه اللقاحات الموجودة حاليا تستطيع أن تتعامل مع هذه السلالة ولكن شركات الأدوية قدرة كبيرة جدا على تطوير الفيروس خلال مدة قصيرة تطوير اللقاحات خلال مدة قصيرة أقل من شهر لأن هذا النوع من اللقاحات عزيزي اللقاحات تستخدم تكنيق قديم كلفتها قليلة جدا بسيطة وممكن إنتاجها بكميات كبيرة ممكن حتى عن معامل قارة آسيا وهي معامل كبيرة جدا بالهند خصوصا وفاكستان ممكن أن تنتج مئات الملايين من الجرع في وقت قصير فإذا المجتمع الدولي خلال الشهر القادم أعتقد 19 إذا المجتمع الدولي شاف أو رأى أنه نحن محتاجين مئات الملايين من الجرع تخص السلالة الجديدة أعتقد رأى تتوفير هذا اللقاح بكلفة بسيطة وبكمية كبيرة طيب الدكتور يعني لربما أيضا سؤال يتبادل للأذهان كثيرا كيف يتم الوقاية من هذا المرض سؤال ممتاز جدا وأنا هذا قاعد أسوي الآن قبل شهر أنا بديت أتابع النسخة الجديدة تقريبا أكثر من شهر وأكتب عليها كتبت عليها بقى خمسة مقالات وبيانت تفاصيلها بالكامل أنت ورأى أنت تجربتي آني تطلق حاليا تشك أكو ناس تعطس أو سؤال أو اعتحمة مباشرة تدبس كمامة الكمامة تقيق بشكل كبير جدا من هذا الرذاذ الرذاذ يطلع من السؤال أي الفيروس من خلال السؤال للشخص المريض والرذاذ مات الكمامة تقيق بشكل كبير جدا فبتعلي الكمامة ضرورية في الأماكن المغلقة أو أنت قريب من شخص شفت شوية عنده سؤال أو أعطاس معين كذلك غسل اليدين غسل اليدين ضروري جدا لأنه يخذ الفيروس وأخشيته الدهنية من يد الإنسان أنت تمسك فمك تمسك آينك ممكن أن يتقل الفيروس إلىها فهذا ميزة جيدة جدا طبعا الحجر أي شخص عنده علامات الجدري أي شخص عنده سؤال حرارة قشعريرة آلام بالعضلة آلام بالظهر التهاب بالبلعوم ضيق بالتنفس وبدأ عليه طفح الجلدي طفح الجلدي يبدي بعد أربعة خمسة أيام طفح بسيط بعد ذلك يتحور إلى بثور مملوء بما تسمى بالصديد أي حالة من هذه مباشرة تحجر نفسك مباشرة يتم حجرة ويتم تعقيم جميع الأواني والأغراض التي يستعملها هذا الشخص وعدم ملامسته طبعا أنا نسيت أقول يجب أن تقيد شروط السفر مباشرة مع الكونغو يجب تقييد حركة الناس مع دولة الكونغو رقم واحد ومع الدول المجاورة إلها لأن أنت بهذه الحالة ستمنع أو تأخر وصول الفيروس إليك فالتقييد السفر مع بعض الدول الأفريقية في وسط الأفريقية يجب أن يحدث والآن السناس يعني وكذلك طبعا أنت دائما أي شخص أي شيء أي سلعة أي مكان شفته غريب حاول تلبس كيف وتمسكه أو كلينيكس كلينيكس تشو ويمسك هذا القدح بطل عصير قدح ماء أنت بكوفي شوب مفهوم حاول تستخدم كلينيكس وتمسك أي شيء بهذا المكان يقيك بشكل كبير جدا أهم شيء أصابع اليدين واليدين ما تلامس هذا الشيء المصاب أو الأشياء المصابة الموجودة الأصطرح المصابة أهم شيء وكذلك غسل يدين طبعا الحديث لا يملمع حضرتك دكتور يعني وهذه معلومات مهمة وقيمة جدا لكن بدقيقة إن سمحت لي كيف يشعر الشخص بأنه مصاب أي الأعراض التي توجب عليه أن يذهب إلى المستشفى أو يحجر أو يعزل نفسه عطيني أكثر من دقيقة لها جدا حاضر حاضر تفضل مع فحص البي سي آر مع السلالة وين بي الفحص البي سي آر ما يقرأ الفيروس للأسف فالبي سي آر ما ممكن استعمال الآن مع سلالة الوين بي فعليه توجه إلى عينات من الدم أو عينات من البلعوم أو قطع من هذه الآفات أو التقرحات الجدية وتنفحصها تكشف الفيروس هذا بالتأكيد يصير يصير تضخم بالعقد اللنفاوية تحت الفك السفلي هذه أول علامة أول علامة يصير خلال يومي أو ثلاثة لجدر قردة كذلك الطفح الجلدي أنت تحس آلام بالظهر آلام بالعضلات كبيرة تحس مشاكل بالعين لأنه يبدأ يسبب مشاكل في قرانية وتقرح في قرانية العين ولكن هم اثنين الطفح الجلدي وتضخم العقد اللنفاوية تحت الفك السفلي أي علامة من هذه عليك التوجه إلى المؤسسة الصحية بشكل مباشر أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور عمار على كل هذه المعلومات والإضاحات والنصائح كل التحية لك إذن من لندن الباحث المتخصص في مجال الأوبئة واللقاحات الدكتور عمار الخميسي شكرا شكرا